أما بلقيس فبتعيش دلوقتي أسعد أيام حياتها مع خاطبها سلطان بن عبداللطيف بعدما أعلنوا عن خبر كتب كتبهم رسميا في حفل سنابشات ومن وقتها والسوشيل ميديا مليانة بصورهم وفيديوهاتهم مع بعض وطبعا محبي وأصدقاء بلقيس من الوسط الفني باركلهم كمان على السوشيل ميديا لكن إيتي بالعربي كان موجود لحظة إعلان عاقد قرانهم وصبحي أعمل معهم أول لقاء تلفزيوني بعد هالخبر سلطان بلقيس دخلوا مع بعض للحفل لكن ومع مفاجأة الناس هي قربت وهو بعض لكن الوضع تغير لما أنا طلبت منك كون أول واحد بيجمعهم أمام كاميرائتي بالعرب يمكنني أن دهروا لسلطان؟ سلطان تجي معنا؟ مرحبا مبروك أول شيء الله يبارك فيك إن شاء الله أول مرة تظهروا مع بعض صح؟ تفوفوا جميعا صح هيا سوف مرة أحلاكم مع بعض لهيك يوم مميز إختارت بلقيس فستان أسود من دولتشي أنت جابانا وزينت شعره بهد بيسل من نفس البراند وحب سلطان لبلقيس كان واضح من نظراته لهيك حبيت أسأله شو هو أكتر شي بيحبه فيها كل شيء لأنه هذه مو بس زوجتي هذه هتكون أمي وكل شيء في حياتي ولما سألت نفس السؤال شرقيتها كانت حاضرة فيها بلقيس كانت أعلن تقابل عن الخبر من خلال تغريدي على تويتر قالت فيها تم عقد قيراني على السيد سلطان بن عبداللطيف لتنهال من بعد التبريكات من كل الفنانين القريبين منها فنجرت أحلام صورة الهن وكتبت مبروك بنتي الجميلة بلقيس الله يساعدك تستهلين كل خير ومثل فايز السعيد اللي كان أول مهنئين وشمس أيضا حبيت تبارك لها وكتبت خبر مفرح لإنسانة وفنانة راقية مبروك خطوبة الفنانة بلقيس فتحي وقالله يتمم عليكم بألف خير وهذا ما كان كل شيء فصديقاتها اللي تواجدوا بحفل الإعلان هيك هنوها وبعد هالخبر سلطان بلقيس لفتوا انتباه الجميع وكل الكاميرات اتوجهت إلى طاولتهم وبما أنه هذا أول ظهور علني إلهم مع بعض وقدام كل المعجبين كان شيء طبيعي نشوف شوية غيرة بعيون سلطان وبما أنه تواجدنا بحفل سناب شات فكشفوا لي عن سر ما حدا بيعرفه بتحب سناب شات أموت كل شيء في بلقيس أموت فيه أنا يعني تقريباً 30% أنا اللي بصورها صح صح سناباتي سلطان يصورها وبعد ما تأخلمت بلقيس على وجود الكاميرات بينهم هيك كانت ردة فعلة بصور سلطان السناب سلطان هنا وبلقيس مفروف وبلقيس عند طلب من إيتيب العربي لما يكونوا معها يوم عرسة والفستان من فوق لتحت لو سمعت وحنا جاهزين أكيد ألف مبروك لبلقيس إن شاء الله يا رب تتهلو